طيب هبتديها بالغرامة الموقعة لكهربا واللي اخد فيها حكم نادي الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية كاس بتغريم الكهربا 2 مليون دولار باضافة الى 5% دي متأخرات او فوائد على هذا المبلغ وبالتالي كهربا بيتواصل مع المستشار القانوني نادي الزمالك لتخفيض الغرامة او تقصدها ولكن هناك رفض من قدرة نادي الزمالك بالتخفيض او التقصيد بالنسبة لغرامة كهربا اللي اكسف فيها نادي الزمالك هذا الحكم في عرض سعودي لابوكا بيهدد المفاوضات مع نادي الزمالك بعدما الامور وصلت لطريق كويس في المفاوضات ما بين ابوكا ونادي الزمالك العرض السعودي ده وصل لابوكا وبالتالي لعب طلب التأجيل لحين البت طبعا بالنسبة له لهذا العرض اللي ممكن يكون عرض اقوى وعرض مالي اقوى بالاضافة الى اسم النادي اللي موجود في الدوري السعودي نادي الزمالك ايضا بيتلقى عروض لمعسكرات اوروبية في الصيف القادم لاستعداد بقى للموسم الجديد ده احد الاخبار اللي معانا فيه خبر انا قد قلته واحنا بنتكلم كده عن المنتخب ان المنتخب التونسي فاز على المنتخب الياباني في الدورة الخاصة ضمن كأس كريين الودية استعدادا لكأس العالم بكتر طبعا النهاردة كان علي معلول ما بيلعبش كان على ديكة البودلاء ايضا الجزيري شفنا النهاردة الاهداف كانت عن طريق محمد علي بن عمضان وفرجاني ساسي واصام جبالي دول اللي احرزوا اهداف المنتخب التونسي النهاردة كان يعني الاعتمد عليه النهاردة كابتن جلالي القدري طه سيني خنيسي وعلي العبدي دول كانوا متوجدين مكان كل من الجزيري وعلي معلول